الميزان هو برج هوائي اه لكنه مش مجنون مزاجه بيتغير كتير لكنه بيعرف يرجع يسيطر عليه دايما عقله بيتحكم في معظم خراراته ما بيسبش قلبه يمشي يعني ما تفتكرش انه عشان بيحبك هيسيبك مثلا تغلط في حقه ويعديلك لا بيسامح اه لكنه ما بينساش هتلاقيه عبدالك مرة واثنين وثلاثة لكن هيجي عند نقطة كده تلاقيه قلب وما تبقاش عارف هو قلب ليه يتخرجك من حياته فورا من غير ترده لو جيت تكلمه هيجيب لك كل تاريخك هتلاقيه بيقول لك كل حاجة عملتها دايقته باليوم وبالثانية ده غير انه عنده قدرة رهيبة على الاقناع يعني يقدر يقناعك بالحاجة وعكسها في نفس الوقت عشان كده دايما صحابه بيتعاملوا معاه على انه حلال المشاكل اي حد يقع في مشكلة اي حد يحتاج نصيحة بيجري فورا عليه يطلب منه نصيحة او يطلب منه حل المشكلته كرامة الميزان كمان وكبرياءه فوق اي حاجة في الدنيا يعني بيحافظ على كرامته بشكل رهيب لو روحه فيك شوف لو روحه فيك ودايقته او عملت حاجة توجعه مش هيتردد ابدا انه يخرجك من حياته الميزان كمان دايما بيفترض حسن النية يعني مش هيحكم عليك باللي سمعه منك لأ هيحكم عليك باللي شافه منك هيتعامل معاك وهيفضل طول الوقت مفترض حسن النية لحد ما يشوف انت كويس ولا وحش الميزان كمان من الناس اللي بتكره الكآبة والنكت يعني ما تحاولش تعيشه في دراما ما تحاولش تعيشه في مشاكل وتبدل طول الوقت تتخانق معاه ما تحاولش تقف عند كل حاجة هو بيحب دايما الدنيا تبقى ماشية ثالثة وبسيطة الميزان كمان مستحيل تعرف تكبره على حاجة هو مش عايز يعملها كل حاجة بيعملها بمزاجه وبدماغه بس بيعملها لما يكون هو عايز يعملها مش عشان هي مفروضة عليه مش عشان هو مجبر عليه اخيرا الميزان الميزان كل الناس بتقول انه متردد المفاجأة بقى ان الميزان مش متردد كل الحكاية انه هو بس بيحب يتأنى بيحب ياخد وقته في التفكير قبل ما ياخد اي قرار ما بيحبش ياخد خطوة ويرجع يندب عليها بيحب لما يعمل حاجة يبقى متأكد مليون في المية انها صح وانه قدام مش هيرجع يندب عليها الميزان برج جميل حبوا برج الميزان يا جماعة اشتركوا في القناة